اشتركوا في القناة ويستغل على معنى جديد لقضية أو لمسألة أو لموضوع يعني تم مناقشته أو على الأقل يستقر على درجة من الشمول والانتشار طبعا كل السودانين سمعوا وقرأوا أنشودة الجن إما أن قرأوها قصيدة أو استمعوا لها مغنى كتاب اليوم للدكتور عبداللطيف سعيد بعنوان أنشودة الجن وأنشيد شاكسبير وتلودي وعتيق للتعريف الدكتور الدكتور عبداللطيف سعيد حاصل على بكاريوس أداب جنال خرطوم عرب الإنجليزي 1972 وماجستير أنا أنتخب بعض الأشياء يعني ماجستير في الترجمة وحدة الترجمة كلية الأداب جنال خرطوم 86 الكتب التي صدرت للدكتور طابت الشمس غابت سنة تسعة وتسعين ألف وتسعمية كتاب البرعي رجل الوقت العام الفين بالاشتراك مع بروفيسور البوني كتاب مصطفى صادق الرافعي معاركه الأدبية ومنطلقاته ألفين وتسعة وكتاب الشيخ الجيل حفيان شيخي وصديقي وعدد من الكتب نناقش معه في هذه الحلقة هذا الكتاب الذي صدر حديثا هذا العام دكتور مرحبا بك في الوراء مرحبا يا أخي كيف حالك الله يبرك لا يسلم صحيح أنشدة الجن دي هو ما نخش في الكتاب يعني نعم صدر لقية الانتشار ده كله لكن ما أعيد النظر فيه أو محاولة كده لتحليل لأنت في الكتاب ده حاولت تعمل محاولة جديدة لتحليل أنشدة الجن نعم صحيح شنو اللفت انتباهك لها لفت انتباهي فيها إنها يعني أخذت في السودان على غير الوجه الذي أرادها به الشاعر اتياني يوسف أنا أفتكر كده يعني لأنه اتياني كلامه كان يعني أعمق بكثير جدا من الغناء والطرب الخفيف الذي نمارسه نحن في وشورة الجن وشورة الجن كما ذكرت في تحليله هنا يعني هي قصيدة صعبة أو أقول قصيدة يعني مخيفة 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 عجيب لأنها تحتوي على معاني كثيرة جدا أنا ذكرتها سيطول يعني صحيح ذكرها هنا لكن عمو هي وشورة الجن يعني قصيدة معقدة وفيها كثير جدا من الرموز والرمزية التي فيها وكذا وبالتالي يعني الناس استسهل في نظري ومشورة الجن التعامل مع ذاتها وراغونية يعني وخلاص أعتبر غونية وخلاص بدون عين الله في التحليل لكن الخيلي كده برضا هي خليها تخدم الغرض ممكن صحيح وتخلي الناس يتصلوا بالشيء أما باللغة العربية الفصحة المغنى وهذه أيضا فائدة كبيرة فائدة كبيرة قبل الكتاب طبعا في كتب بتكتبت عن نتجان يسو المشير نعم نعم الفتاكة محمد عبد الحي عنده كتاب مهم جدا ده غير خلاف المقالات والدراسات لكن برضو كيف تنظر لتجان يوسف بشير كنت عاوز أقول أنه تجان يوسف بشير يعني كان إنسان غير محظوظ غير محظوظ أيوة أول حاجة يعني يعني وجد صعوبات كثيرة في حياته القصيرة هو عاش حوالي 25 سنة صحيح خمسة سنوات منها كان مريض بذات الرئة أيوة وكان مريض يعني مرض شديد يعني قول 20 سنة وبعدين برضو يعني صراعات كثيرة جدا احتدمت في داخله الصوفية والقراءات للأشاقة والصراع بتاع المعهد وصارعوا في حاجة كده ما تستاهل صحيح يعني شوقي و حافظ وحافظ أيهم حتى قال لهم يعني الشعيري شوقي بالنسبة للحافظ زي القرآن بالنسبة لكلام التاني وطبعا الجامعة مشو حوروها وعملوا كده ورفضوا دوم المحد حتى لما مرت المئة مئة سنة على جامعة نظمنا الإسلامية أنا كنت كتبت لهي مقال قلت إذا جامعة نظمنا الإسلامية عاوز تكون المئوية بتاعتها نظيفة حقه تعتزر 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 التي يعني يصيب بشير يا سلام لأنه رفض يعني فصل بطريقة فيها تعسف ما رأى حداثة سنه ولا رأى الظروف كلها الوقت نفسه ما كان الوقت داك من المسموح النوع ده من التشبيهات مشكلة يبدو كده قاس شوية صعب على الناس أنا ذاتهم كانت تفكيرهم ذاتهم متزمد شوية متزمد قليل وكده إنعكس ده على شعرتيان مؤكد حياته القصيرة المعقدة حياته القصيرة المعقدة محمد علي الناقد الكبير صحيح كان عنده هجوم كبير على التجاني بأنه هذا شعر غامض وبالتالي هو ضد الغمر حتى عبدالله طيب نفسه حتى عبدالله كان بيفتكر أنه التجاني بشير شعر متوسط متوسط كنت بتكلم مع الأسبوع الفات مع أستاذنا الدكتور جعفر مرغني قلت له عبدالله طيب كان بيفتكر التجاني شعر متوسط قال لي أنا الكلمت عبدالله لفتت نظر عبدالله وصحعت فكرته عن التجاني وخليته يعيد النظر في تقييم التجاني وقال لي بعد ذا قيمه تقييم كبير جدا غير رأيه غير رأيه يمين أيوة البيقر المحتويات بديت أنت بيطرح السؤال ما هي انشودة الجن الجن طيب إيه اللي إجابة لتوصلت ما في إجابة إلا يعني انشودة الجن يعني أنا ما عارف يعني هل هي أبيات من الشعر بينشيد الجن مصدر الجن يعني معرف يعني أنا أفتكر هو أراد أن يغل في الغموض وأن يخيف المستمع من حكاية الله علاقة بالجن والشياطين وكذا ولكن في نفس الوقت بحاجة حنينة كده الغنزات وجميل يعني فغيت هتجان يعني عالم العوالم المعقدة يعني السؤال هنا تقول إنه نقرأ للناس قلت أنه لا تجد في السودان من له أدنى مسكة من أدب مش كده نعم إلا وهو يحفظ قصيدة منشودة الجن صحيح للشعر الكبيرة يانوسي بشير وإن لم يحفظها كلها يحفظ جزء منها صحيح أو أيزاء يعني نعم وهي دائر على الألسن بسبب لأننا نحن الراقص الجميل صحيح الذي وضعه ويغني سيد خليفة فقمت قلت أنه ولكني لما تفحصت القصيدة أيها فجئت بنا نفعل كل ذلك مع أنه لا أحد مننا يعرف ما هي منشودة الجن ولا طرير الشباب قم يا طرير الشباب غني لنا غني يا حلو يا مستطاب منشودة الجن طيب فيعني يعني الكلام دي كنغم وكغونة ساهل لكن يعني إذا تأملت فيه تجد أنه شاقي صحب ما هي وشودة الجن ما هو طرير الشباب من هو طرير الشباب طرير يعني شنو غض طرير الغض الغض اللي هو يعني فوران شبابه يعني مش كده يعني في أول شباب في أول شباب نعم أيوا وبيطلب منه يغني يغني بيغني شنو وشودة الجن اللي هي غير معروفة هو غير معروفة ويعصر له الأعناب ويملأ به دنيه من عبقري الرباب أو حرم الفن إشكال تاني ما هو عبقري الرباب يبقى معناه ما هي وشودة الجن من هو طرير الشباب وعبقري الرباب وقطف لي الأعناب وملأ بها دني من عبقري الرباب أو حرم الفن فما هو حرم الفن حرم الفن ده زمان كان فيه نكتة لما حصلت ثورة 64 قالوا الجنود دخلوا على حرم الجامعة زمان كان فيه كاريكاتوريش تسمع الزدين الزدين هاي جاي بليو ماراتين بيتكلم مع بعض قالت يا فلان حرم الجامعة دي منه نحن ما عارفين حرم الجامعة ولا حرم الفن صحيح هذا هو طبعا التعبير ده زي تعبير تقديس كده يد المكان قدسي ما هو كده انت قلت ما هو عبقري الرباب ما هو حرم الفن والناس لا يسألون وكلهم يعجبون ويغنون ويرقصون لغايتنا ما تصلت لأي إجابة لغاية الآن ما فيش إجابة قمت ما شهد صح في الربا والوهاد واسترقص البيضة طيب وفجر الأعواد رجعا وترديدا حتى ترى في البلاد في كل البلاد رجعا وترديدا من فرحة عيدة طيب كيف هذا يعني ما هو مدى صوت طرير الشباب يجعل البلاد بنقر من عوده في كلها في فرحة عيدة أنا قلت ربما يكون التجاني بغموضه بثقافته العميقة يرمز إلى قول قول الله تعالى لسيدنا إبراهيم أزم في الناس بالحج أتوك رجالا فسيدنا إبراهيم قال للمولى عز وجل يعني كيف يبلغهم صوتي يا ربي قال أنت عليك الآذان وعلينا البلاغ ما معنى الكلام يعني فيه إشارات زي دي يعني فيه ظلال من ثقافته بيرميها على تأليفه ثقافته الصوفية ثقافته الصوفية وثقافته الدينية وقال كثير جدا بالمعسبة يعني أحرق نفسه يعني في العمر القصير وده انعكس في غموضه دي دكتور مش نعم الغموض ده مصدر القراءات المتعددة دي لأنه هو بينه بين الناس الذين يقرؤون له مسافة كبيرة بعيدة بعيدة قلت يعني أنت لغايت هنا افترضت أو قلت احتمال يكون ده هو نداء إبراهيم للبشرية نعم صحيح ده تقديرك نعم وقمت قلت ومسه على دكتة ده القصيدة يعني ومسه على زرياب وطمس على معبد طيب زرياب ومعبد دي المعروفين مغنيين عادلين مشهورين لكن أيضا هو ما ليس هذا هو المراد طيب المراد شنوه؟ أظن أن المراد بالمغنيين دي الرمز للأنبياء التالية للكتب القديمة زي الزبور والمزامير المزامير وكده خاصة سيدنا داود إنه كان قالوا يعني له صوت عجيب وكان إذا يعني غنى أو تلى يعني أوبت معه الجبال والطير أوبت معناه تمادت يعني رقصت مش كده؟ أوبت يعني تهادت رجعت رجعت صوته رجعت صوته نعم أوبت يا جباله أوبى معه الطيره وألنا له الحديث ومشي على الأحقاب أيها وطف على المربد طيب المربد دا أنا في نظري هو بيت المقدس ليه؟ لأنه المربد هو مجمع الشعراء صح وهنا المكسود ما مجمع الشعراء إنما مجمع الأنبياء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في إرحلة الإسراء والمعراج أورج به إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء فيعني كأنه هناك اجتماع وفيه الاجتماع ذاته فيه تقديم أصل في المربد بيكون فيه الشعراء يتبارون ويقدم شاعر على الشعراء الباطل صحيح زي ما كان بحصة في بغداد فهنا قدم المحمد صلى الله عليه وسلم فصلى بالأنبياء وفي صلاته بالأنبياء يعني طوئي يعني أنه طوى الأحقاب لأنه صلى بنوح أحقاب يعني شنون؟ الأحقاب الأزمان الحقبة يعني الحقبة فمحمد والت ليه يقول ليه وامشي على الأحقاب أعبر الزمن ده يعني كأن الزمن أصبح يعني تايملس أيوة أو الزمن ذاته فيها ما عنده قيمة ما عنده قيمة أيوة لأنه لما نقلل أمشي على أحقاب أعبر الأزمنة أيوة يعني كأنك ألغي الزمن ألغي الزمن ألغي الأنصور الزمن ده تايم فاكتر يلغى كأنه ليس موجود والذي يقدم في المربد هو محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد صلى الله عليه وسلم وغشى كنار الغاب كنار الغاب دي أنا قدتها هي ربما تكون صدرة منتهى ليه كنار الغاب الغاب هو صدرة المنتهى والكنار هو يعني إشارة للطيور التي تكون في حواصلها أرواح المؤمنين والشهداء في هدأة المرقد هدأة المرقد القبر أيوة القبور الهدوء معروف يعني الهدوء أيوة وحدث الأعراب عن ضوعة المشكلة أي رجعوا أرجع في ليلتك وفراشك دافئ وكلم أهل مكة عما رأيت والأعراب هنا إشارة إلى أعراب مكة عراب مكة يعني القصيدة دي الإسراء والعرائل طبعاً هاسم مكة ليسوا أعراب هم أعراب يعني لكن طريقة اتجاهني فيه إنه يشير للحاجة بجزء منها لأنه الأعراب هم سكان البادية من العرب فهو أخذ فلقة من المعنى وأسعه يعني إذن إحنا لو اتبعنا تحليلك دي دكتور أنه القصيدة دي بدأت بتمثل نداء إبراهيم أيوة صحيح مش كده صحيح والخطوة اللي بعدها انتقلت تتصفح لنا الرحلة بتاعة الإسراء والمعراج نعم من المكة من مكة إلى بيت المقدس نعم ثم ترميز لداود نبي الله داود مش كده نعم والخطوة اللي بعدها يعني المربد ده التواف ده الذي انتهى إلى تعميد أو تقديم أنه يصبح على سلم على بقية الأنبياء لأنه يطول أزمنا صحيح مش كده نعم وكل الملخص القصة دي طلب التجاني أنه حدث الأعراب أمش أحكي لهم اللي حصله عن روعة المشهد عن روعة المشهد حتى ينبهروا حتى يؤمنوا برسالتك لأن هذه معجزة ثم يطلب من طريق الشباب أن يصور على عصابه مش كده نعم وأن يرسم على حسه فيقول صور على الأعصاب وارسم على حسه جمالك الهياء في روعة الجرس من روعة الجرس الجرس ده هو اشنو الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني أشق ما يكون عليه الوحي إذا جاء في شكل جرس شكل جرس فيعني هل هو الوحي المحمدي أو هو الجرس جرس الكنيسة لأنه أيضا كان له آخر حياته كانت يعني له علاقة بالمسيحي طيب أنت قلت في صفحات 21 أم هو رنينو جرس الكنيسة الكنيسة التي آوت الشاعر بعد أن طرضه المحهد العلمي وبقي في جوارها إلى أن مات في مستشفى إرساليتها ودى السطر ودى ذاته يدينا طبعا تجاني ذاته العقيدة بتأتي فيها شوية الطراب بسبب القراء الكثير وحداثة سنه فيها شك يعني يؤلموني شكي هو زادو قال يؤلموني شكي فيعني هل هو جرس الجرس المحمدي أو الجرس الجرس الكنيسة العيسوي لأنك تستشهدت هنا آمنت بالحسني بردا وبالصبابة نارا وبالصبابة نارا وبالكنيسة عقدا منضضا من عذارة وبالمسيحي ومن طاف حوله واستجارة إيمان من يعبد الحسن في عيون النصارى أها فكذا يعني الأمر ده أنت قربت أكثر لقصيدة محي الدين من العربي صحيح ماش كده فكرة وحدة وحدة الأديان وحدة الوجود دي وحدة الأديان إنت افترضت أنه هنا التياني قافز على التباين لما بين الإسلام والمسيحية وين الأديان كلها ومن مصدر واحد لأن التياني شرع قال آمنت بالحسن بردا بالصبابة نارا وبالكنيسة كمان نعم عقدة ممضضة من عذارة وبالمسيحي ومن طاف حوله واستجارة إيمان من يعبد الحسن في عيون النصارى طبعا هنا الإشارة يبقى لفتاة مشكلة طبعا طبعا وما التياني براه سنة 32 وعبيد عبيد عبدالنور عبيد عبدالرحمن عبدالرحمن سوري وعبدالرحمن الريح وليه في المساء المغزال دي ما كانت في حوالي الأيام دي ذاتها في التلاتينيات تلاتينيات والنساء المسيحيات الأجنبيات دي الأجنبيات دي إن كان عنده النوع من السفور الذي كان جاهز ما متوفر في القتاع فانفعلوا بالقصة دي وزي ما حصل حتى في باقي السودان في بداية الأربعينيات أو الخمسينيات حينما طلعت المدرسات وما كانت جميلات لكن كانت الفرق بينهم بين النسوان التانية مرقا مرقا لابسات ملابس نظيفة أنظف من الآخرين وعندهن بروز في المجتمع أكثر وعندهن كلام وزمان الكلام ذاته كان محسوب محسوب أيوة ها دي نتية اللي حصلت من تسياد العارفين أنه مثلا في مصر لما قامت هودا شعراوي خلعت الحجاب وبدأت حركة تحرير المرأة أنا طبعا القصة أنا ما بحبها ولا بحب شعراوي دي ذاته اللعي أيوة يختم قصيدته بأن يطلب من طريق الشباب أن يستدن بابا باب أيوة إذ يقول ودي فيها المعنى بتاع التدرج أو الترقي الصوفي ما هو أصلا دي أفكاره يعني يعني يستدن بابا باب يعني ينتقل من مرحلة إلى مرحلة يترقى ومن طور إلى طور يعني يترقى استدن بابا باب وقعد على نفسه القعد على نفسه معنى قهر النفس والنفسه طبعا أمار بالسوء وتحتاج إلى أن تقمع تقمع فهو عاوز يقمع نفسه حتى يترقى استدن بابا وقعد على نفسه حتى يجف الشراب في حافة الكأس وعبد ربك حتى يأتيك اليقين حتى يجف الشراب في حافة حتى تموت يعني حتى يأتيك اليقين حتى تموت أيوة قلت أنك أنت أحصيت لا أنه إذا اليقين فصرته بمعنى التيقن يبقى في مشكلة يعني تعبد ربك حتى تستيقن هذه الإشكالات دخل فيها ناس محمود محمد الله وغيرهم من الناس يقولون أنه إذا استيقنت يمكن أن الله تعبد هذه إذن أبواب من أبواب السماء ويكون في ذلك رجوع ما إلى قصة معراج النبي وإسرائه أما أنه يستدني بابا باب من أبواب الرقي الصوفي مرتقيا من درجة إلى درجة حتى يقعد على نفسه زي ما تفضلت يقهرها ويعود بها إلى جادة الأمر وصادق الرجعة إلى الله بعد أن يجف الشراب شراب حان خمر الأرواح الآيبة إلى ربها صحيح ولا يجف الشراب حتى تنتهي الحياة أيها ويكون قد عبد ربه إلى أن أتاه اليقين معبود ربك حتى يأتيك اليقين قلت أنه أحصيت فيها 19 شنو 19 فعلي عمر كل جسيدة دي أيها اللي هو أجراها أنت موجود عندك قم غني واقطف واملأ صح واسترقص وسكب وفجر وامسح واطمس وامشي وطف واخشى وحدث صور ورسم واستدن واقع طيب دي حاجة دي دلالة شنو دلالة دلالة اتصالة بما وجد في صورة المدسر وصورة المزمل فأفعال الأمر دي موجودة في الصورتين دل يعني المولى قال يا أيها المزمل قم قم فأنزر ويا أيها المدسر قم فأنزر وثيابك فطهر والرجزة فهجر كل أفعال فعل ومش كده بس ذكرة الرقم 19 ذاته ذاته في صورة المدسر يعني القصيدة دي فيها 19 فعل الأمر القصيدة بتاعت التجاني دي فيها 19 فيها 19 فعل الأمر فيها 19 فعل الأمر أنا أقول إن إشارة لما وجده في صورة المدسر عليها 19 يعني بالله يا دكتور الجماعة البرقصة في غنيات الرير الشباب دي في النهاية الموضوط دي طلع قصة بتاعت اللي هو هو المعرأة والله قصة صعبة شردني دا لا لكن أنا خيلي يعني أنت مستنكر قصة قصيدة للتجاني تغنى يعني؟ أبداً ما مستنكر لا أبداً ما في محراب النيل هناك؟ غنناه اسمان حسين؟ أنا بالعكس أنا شايف يعني إذا الشعب أو الناس اللي ما عاوزين يتعمقوا عاوزين يعني يغنوا باللغة العربية مفيد مع سيدة خليجة معلوم كويس لكن أنا قصدت بالإشارة هنا أنه التجاني أعلى ومن أنه يكتب نص مفتوح وواضح مش كده؟ لا لا دي طريقته كده دي طريقته لكن أفتكر أنشرة الجندي من أروع ما كتب التجاني وبالمناسبة أنتو كالإعلاميين أنا أفتكر حقه تنشر الفكرة تحت إنه نحن عندنا شاعر ممتاز ينبغي أن يتوج أن يعني يتوج تاج غار الشعر على نطاق العالم التجاني دائما حاجة ما بس الغموض ما مشكلة الغموض ما مراد بيغلق الباب أمام التخليل حتى الشيكسبير اللي ترجمها حنجيوها شوية حنجيوها شوية عنده غموض لكن الإنجليزي تجاوزوا كل الحكاية دي وقدروا يعملوا دعاية كبيرة جدا كل قصد التجاني غامضة عند تقديرك ليس على الإطلاق لكن يعني دي سمة عامة في شعره الغموض وإنت كناقد برضو يا دكتور هل الغموض ضار بالشعر؟ أبدا بالله والله الغموض ما نوعه ستر مش التغميد ده مش تغفاء كل المؤمنين يغضوا من أبصاره وكل المؤمنين يغضوا لكن مش مرات الغموض برضو يعني صعب تلقي النص ده الحاسة الدائقة دي محتاجة تفهم برضو التصعيب زاته مرات حاجة كويسة ممتع بالله أيوة يعني صعب حاجة لتصونه قال دكتور عبداللطيف في آخر هذا الباب لي تشعري ونطلع فاصل يعني ماذا سيقول هذا المثقف الضخم وهذا الصوف المعذب حينما يطل علينا من برزخه ونحن نرقص ونغني على أنغام طلاصمه التي عذبته أتراه سيقوله ابتسما في حيرة اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون خلنا نطلع فاصله لك بعد هذا الفاصل نواصل النقاش بهذا الكتاب للدكتور عبداللطيف سعيد من شودة الجين وأنشيد شاكسبير وتلودي وعكيم كنوا معنا مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم في هذه الحلقة التي نجز فيها للدكتور عبداللطيف سعيد نقلب معه كتابه الذي صدر حديثا بعنوان منشودة الجن وأنشيد شاكسبير وتلودي وعكيم دكتور مرحبا بكم مرحبا بكم لمصلحة المشاهدين عاوزين نقول أنجز الدكتور في هذا الكتاب دراسات مقارنة وطرح فيها ما هي أنشودة الجن اللي ناقشناها قبل الفاصل ثم هل تفوق محمد بشير عتيق على ويليام شاكسبير هو البقرة العنوان سعيد بتاع الفصل يستغرب يستغرب يعني بالله هل تفوق عتيق على شاكسبير كيف أنا يعني لم أقطع بالتفوق هذا هو سؤال لكن عملت مقارنة طيب المقارنة كانت بين قصيدة عتيق الشهيرة الأوصفوك اللي بيغنيها خد البادي وبيغنيها خد البشير وبين صونيت رقم 18 بتاع توليك شاكسبير نفس الفكرة بالله أيوة يعني شاكسبير بيقول لي أنا هل أقارنك خلينا أنا أقول لك النص بتاع عتيق وأنت تقول لي بيهجبه في شنو طيب الأوصفوك بالبدر أو بالزهر هم ما أنصفوك يا زول مشكلة أيوة كيف يجهلوك وعلى الجمال العادي راحوا نفس الكلام طيب مقابل مقابل بدون نص يعني شاكسبير بيقول نفس الكلام دي نفس الفكرة نفس الفكرة طيب أنا يعني قمت شفت الحاجات المشتركة القالة شاكسبير والقالة عتيق لقيت إنه قالوا حاجات قريبة من بعض تكاد القصيدتين أن تكون قصيدة واحدة لكن بعد ذا كل واحد منهم أنا مدخل مختلف يعني انفلت بالطريقة الخاصة يعني يعني أنا مثلا عبت على زولنا لا قبما تعيب على العتيق عشان نقرب للناس أنت ترجمت سنة رقم 18 نعم وقمت وقلت هنا أيصح أن أقارنك مشكدة بنهار صيفنا كلا إنك أجمل هنا مؤنس مشكدة نعم منه أكثر اعتدالا نعم فالرياح العاتية دانس شاكسبير الترجمت حظا صحيح تهز براعم شهر مايو البديعة فيه نعم وللصيف مش كده أيوة هبان قصير ثم ينحسر نعم طيب دا هنا التشابه ما بين النصين اللي هو ما فيش مماثلة ما بين الشخص الموصوف وبين الظواهر الطبيعية ما فيش نفس الكلام دا قالوا عتيق الأوصبوك بالزاهر أو بال بالبدر أو بالزاهر ما أنصفوك هي حاجات طبيعية ما أنصفوك كيف يجهلوك كيف يجهلوك على الجمال العادي راح يمثلوك بالنسبة يعني عتيق خصيب جدا يعني يعني تفرع الكلام تفرع جميل ولو بادلوك عين الحقيقة عين الحقيقة عين مصطلة عين الحقيقة دا مصطلح صوفي أو بالبصيرة مصطلح صوفي تأملوك بالنور أو بالناري أو بقدري ما صاغ الخيال ما عادلوك ما عادلوك دا ما عنده مثيل ما عنده مثيل وهناك شكسبير عمل محبوب وما عنده مثيل نفس الكلام عمله بدون مثيل أيوه فتعرف القصيتين دين ودي ما ملاحظت أنا بلاي ملاحظت برضو المرحوم عمنا شيخ المترجمين دكتور يدريس عبدالله البنة أيوه لما انترجمنا القصيتين صحيح قال لي كأنه كأنه يعني الخواجده كان في مدرمان كانه حضر معانا أيضا أنت ذكرتها في الكتاب أيوه ذكرتها كوكب منزه في علوك نعم سحرك غريب وشخصك بعيد لو كان قريب أنواره أخذ أخذ بدون سلوك وديشني يعني أنوار أخذ بدون سلوك لا سلكية كده الأنوار يعني تضربك بدون سلك بدون سلك ما هو البيضرب ما بيضرب السلك السلكة بيضربك ما كان نورساء هنا بيضربك بيضربك بدون سلوك يبرك سناك في غيها بالليل الحلوك والله وصف الجميل خلاص أخي أغرب شمايل زى ملوك هم أكملوك إيه يقول له أدبك هبة وفيك موهبة حسن الزبة وطبع الملوك وده استدراك طيب أنا هنا أستدق على عتيق كان مدام بدل بداية دي في إنه ليس له مثيل مطلق دا ما كان تاني إيه يقول فيك حسن الزبة ولا طبع الملوك في نال يقول له حي تشبه يعني يعني بدأ بدون شبيه يعني كانوا بدأ يناقض في نفسه شوي بدأ بدون شبيه وانتهى إلى مماثلما خصيبة جدا 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 يعني كنت بقول يا ريتو لو ما لو ما للي شبه يعني برضو أنا قلت لشكسبير يا ريت لو شكسبير برضو شكسبير في نظره أخطأ أها شكسبير قال يعني المحموب بتاعه ليس له مثيل أيها ليه وأنه سيبقى وأن الموت لن يصل إليه ليه لأنه خالد في شعره يعني ولن يتمكن الموت ترجمتك أيها من التبجح أها بأنه قد طوى حسنك البديع تحت جناحه ليه لأنك في كلمات الباقية باش تنمو مع الأيام يعني إذن جعل عظمة المحبوب متصلة بأنه محتوى هو محتوى في شعر شكسبير آه نفسنا يعني جعل الظرف أيها الظرف بتاع الخلود بتاعه مغلق مربوط آه في زمن شكسبير في نصك اسم وأياريت لو لم يعمل يعني الاثنين بدوا بدون مماثلة وانتهوا إلى التمثيل مش كده تشبيه يعني أيها لا لا بالعكس شكسبير ما ما شبه ما شبه لكن شكسبير جعل الخلود بتاع المحبوب سببه إنه نصه إنه هو محفوظ في شعره الخالد آه يعني الخلود مصدره من النص مصدره من نص شكسبير من نص شكسبير قلت أنه قابلت في مكتب البروفيسور الراحل عظيم يا أخي صحي علي المكت سنة سبعة وتمانين أيها قابلت عتيق أي صحي وامتقرت ليه قلت ليه قلت ليه فيه يد الحريش كده يقوله سترات لبست ساعتي له الخيط النزل فيه وبيطلبو جماعتي بياضيدة وسوادسير بيقن سيم ساعتي جد ما تأخرت سكران الصبحات ساعتي جميل فهو يتبسط جدا فعشان كده قلت لي بياضيدة وسوادسير بيقن سيم ساعتي سيم ساعتي قد ما تأخرت لأنها بيقت مسمومة قد ما تأخرت وسكرانا صيب حد ساعتي صيب حد ساعتي هو أسنع عليها جدا خالص عجبته عجبته قلت وبعدها قلت ترجمت الأوصفوك ترجمت أيوه سيكسير للدارج 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 أيوه طيب شايف الأوصفوك وسموك نهار ظلموك أيوه مش كده أيوه أنا مقرب الرواية صحية قوية الله جميل إدفايك جمال ثم اعتدال وسلوكه أيوه وإيه هالصيف يكون ورياحه دي ليه تقرر ليه الرواية بتاعك ده ها أقرر أنا نظار معاكم أنا نظار معاكم دي نظار فيك لا عندك دي ترجمتك بقى دي جديدة دي ترجمت دارجة لسونيت سيكسير وإيه الصيف يكون ورياحه فاتك هلوك وسواب القصار لو تعرى ما بغطوك عين الحر بتحرق بشرة الذهبية وغضبة الطبيعة تكون عليه بلية يبهت وبهجته تقافيه بالكلية لكن انت واقف زي جدار في بنية لكن انت واقف زي جدار في بنية الموتى البشيل حسن الحسان ما بشي لك وما بقدر يبوبر يقول فتك بعسي لك يا سلام لانك باقي في شعري الحفظ ترتيلك يا زين الشباب دايم عليك عديلك والله شيكسير لو قاعد خطيرة دي عملت يعني سودنت السوني الثامنطاشر دي لانت تكون أقرب شوية لكن برضو في حاجة أخيرة أنا وصلت لها قلت انه يعني شينكسير على الطريقة تعتهله الإنجليز صمم على خط واحد طيب هو مشى فيه زي خط السكة حديد هل هو بيزيح جاي ولا جاي اللي هو انه المحبوب بتاعه ليس له مثيل أيوا زي ما قلت الحفوة بتاعته في انه قال لكن الخلود بتاعه سببه مص انه محتوى في شعره الخالد يعني يعني جعل الميزة لشعره الخالد الذي احتوى المحبوب وليس للمحبوب نفسه لكن صمم على الفكرة واحدة وعلى الخطة الواحد لكن زونة زي الحالة السودانية في يعني أخذ للوجه ما سبت على حالة واحدة مع انه القصيبة خرم يعني يعني غير رايو في الآخر ما قال حسن الضيبة وطبع الملوك ياريت له ما قال حتى انت الكتابة فيها يعني درجة من من الحس يعني الفكاهي وكذا هلا ترون معي ان عتيك قد انهك شاكسبيل انهكو والله اتعبو وجعل انفاسه ترتفع فكأني به وقد انبعث من مرقديه يقول يقول له ترجمة الأوصفه درات دجين السودانيس درات درات رجل عظيم جدا من العباقرة الإنجليز يعني كتب ترجر آيلند ايوه ايوه جهة الكنز ايوه هو كتب حاجة عن القطر وصف القطر وفي مؤلف مصر آخر اسمه كامل كيلاني وصف القطر بالقصيدة المعروفة كانت موجودة في المناهج السوداني من قصيدة السيفنسون هيهاتة هيهاتة لا بتاع السيفنسون اسرع من الجنيات ايوه اسرع من السواحر نعم الجسور والبيوت والحواجز الشجرية والحفر نعم كلها في جريه تختصر صحيح مندفعا في عزم وبأس مخترقا المروج والخيول والبقر وهناك دي كلها قريناه والله زي مدرسة هيهاتة هيهاتة لا جنن ولا سحر بقادرين على أن يلحقوا أسر أنا حتى قلت أنا ما عندي معلومة أن يكون الأقدمية ربما كامل كيلاني أخذ من عمل عمل يعني هنا تشبيه تشبيه يعني أخذ القصيدة أخذ روح القصيدة وعمل على القصيدة صح لأنه هذه المنادل قد مرت على عجل كأنها ومضة للبرق مختصرة شوفت الشعير جميل جميل الإقاع بتاعه هذا قطيع من الأغنام ألمحه وهذه دوحة في ظلها بقرة شوفي له كلمة بقرة دي أيوة موقع عجيب ما تنفع في الشعير هاي لكنها ختاوين ختاوين ختا صح أيوة وهذه طرعة في إثرها ظهرت مش كده وهضبة وحقول بعدها نظرة هذا سواد على فوق القطار وقد عم الفضاء دخان قاذف شررة حاجة عجيبة وبعدين رجل حافظ القرآن ده مش كاتب الأطفال الشهيد أيوة أجل مشهور جدا يلا دي مقابلة بعد ذا تلودي قال من بف نفسك للقطار ورزيم صدرك قلبي طيب وينو الحبيب انت شل تجيبه للقطار أنا الحقيقة يعني تعجبت يعني إنو القطار السوداني أحسن من القطار الإنجليزي والمصري كيف؟ أيوة لأنو القطار السوداني قطار إنساني يعني القطار هو فاكتر لإبعاد المحبوب عن محبوبه ويجعل المحبوب يعني قلبه ينفطر ويحزن لفراق ده لفراق المحبوب لكن القطار المصري والإنجليزي حسب ما في القصيدين ديال هو قطار بتاع حمل بضايع ما فيه هنا ما فيه حاجة أجراهي صح الله أيوة يعني التوصيف كله للطبيعة اللي موجودة أيوة ثم يوصف سرعة القطار نفسه كالسهم منطلقا والسيل مندفعا يثير في عدوه الحصباء والغبرة هاهنا غلام أراه صاعدا حذرا على النخيل يرجي ماش كده؟ يرجي يرجي فوقه ثمرة وهذه مركبات حمرت نفرا يعني هنا مفيش لكن هنا ديك هنا ديك منزوع منا الأنسنة دي أيوة الروح الإنسانية الإنسانية ودي هنا مليانة بإنسانية يقول من بفنفسك البطار كم قربت من إيه واللهي لا أول ورزم صدرك قل بطار وين الحبيب انت شلت زي الشافع الصغير الشالو حلوتو اندرع في الحلوة تليه قل ما خليت ليه نصيب غير البكة والنحيب أيوة جوفك مش كده؟ جوفك يأكلوا اللهيب وانا جوفي وانا جوفي بيابنوا اللهيب عن ممثلة ما بين اللهيب اللي حرك القطر وما بين الجواه في الفرق من بعده غصني الرطيب من غير شك أصبح شحيب أصبح شحيب كم 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 مش كده؟ سريت خليل كم سريت خليل خليل وفرقت وقربت وفرقت خليل من خليل وأجريت دمعي البسيل وأبليت سوب جسمي الجميل الجميل يعني لاحظت القطار عنده تأثير على الجسم عنده تأثير على العقل عنده تأثير على العيون يجري العيون ويكسر القلب وكذا يعني لكن القطار هناك بشيل بس زرة ويشيل بقر ويشيل كده يعني هنا إنساني هنا إنساني هنا إنساني وهناك القطار حديد حديد سريع وقوي سرعته والمناظر اللي بتمر عليك وينتراك فيه لكن هنا تلودي حول يعني رمز الحداثة ده لمعنى إنساني أي وصل ما شكدا أنا أقول لمعنى إنساني لمعنى إنساني أي يقول يا حلال قلبه الرحيم السافر وسكن الدوائب وسكن الدوائب بسكنه ما شكدا لو شفت برضو زنجار بغنيها كيف يا سلام أنا قاعد أقول لطلابي الواحد فيكم إذا دموا معكر خلي يسمع من بفنفسك من القطار دي تروق من المروقات يعني من صفحة 49 بنكع على عنوان الفصل ترجمات شعرية لبعض سنتات وليام شيكسبير وشعراء إنجليز آخرين المقدمة الأولى كتبه بروفيسور التجاني إسماعيل الجزولي الله يرحمه بالموصف التجاني إسماعيل الجزولي الجزولي المتعافي له الفضل في خروج هذا الكتاب يا سلام لأنه الترجمات دي كان ندوة تحت إشرافه لأنه كان مدير المعهد إسلامي للترجمة كان بيعقد الندوة دي وبيصرف عليها كانت في الرياض وكانت في كل ما انتقل المعهد إلى أجه وكان يكون هو فيه وكان بيجمع له لفيف من المترجمات المقدمة الثانية برضو المرحوم إدريس إدريس عبدالله البنة مش كده والمقدمة الثالثة الصديقي السفير الخضر الخضر هارون كان سفير في الولايات المترجمة طبعا صحيح يبقى من هنا الفصل ده ترجمت السونيت مش كده بتاعة شاكس بير ترجمت السونيت الأولى أيها أنت دي أول هي دي ترجمات لأول ما لأول مرة السونيتات دي مترجمة قبل كده أنا ما شفت آه دي أول مرة تترجم بالنسبة لي أنا بالله أنا ما شفت ترجمات لكن ما استبعد لليكون لكن ما وقعت على ترجمات ما شو بعدين حتى إذا في ترجمات بتكون ترجمات إلى النسر لكن ترجمات دي عندها ميزة خاصة وهي هنا ترجمة الشعر إلى الشعر طيب أقرأ ليه السونيت الأولى دي بعدين نقره أيها يعني هو بقول زيدوا الجمالة فما أحلى الكمالاتي يا وردة الحسن دومي كل أوقاتي لما رأينا نضيج الحسن منتقصا يوما بيوم أسينا لانتقاصاته لكن وارثه في غض بردته يحيي لسيرته في وقته الآتي أواه يا ساكنا في برق مقلته وقود شعلته من حبه الذات حرمت لما قصرت الحسن في أحد أفي الرخاء نرى عض المجاعاته يا سلام يا قاليا نفسه يرجو محبتها جنيت يا واه من شر الجنايات يا زينة الكون في أحلى مباهجها يا قائد البهرج الربعي زيأتي في أسي برعمكم في أسي برعم كالناء خصيصتكم وفي المواليد أشياء أشباه بأمات أصل فشط وإلا ما يرى عاقب والعقم والبخل من أنك النكايات ميلوا على عالم الأحباب وارتفقوا وكرروا الحسن مرات ومرات أما إذا لم تعرفوا أقوال ناصحكم وصار غيكم ويحكى حكاياتي فأنت والموت ظلامان في قرن ضيعت بالبخل حقا بافتئاتي يا سلام أنت عارف هذه ترجمة ولا يعادة كتابة الفكرة بتاعت القصيدة والله يا أبعد من الترجمة يعني بعد الترجمة هذه ألهم الإقاع فيها يعني 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 هي زيادة من الترجمة أيوة زيادة يعني فيها تأليف أيوة واضح نعم واضح أنه فيها زيادة في الترجمة نعم ما حرفية ولا نقلية ولكن هنا أنت استلهمت الصور الموجودة بس لكن حافظت على الحقيقة لو قريت على المحتوى لو قريت المقدمة بتاع التجاني الله يرحمه وإدريس البنة قالوا أنه الندوة بعد ما وافقت على المعاني أنا صيقتها في هاي واضح واضح أنك أنت يعني أنا قريت المقدمات لكن لما سمعت القصيدة الآن عرفت الندوة بعد الترجمة صحيح أنت استلهمت الفكرة نعم الروح والصور أيها وحافظت عليها حافظت عليها لكن عدت بناء في لغة أخرى شكده نعم تلحظ دي الترجمة المقدمة اللي كتبها الخدر دكتور الخدر هامس البجدان بين بريطانيا والسودان في مناجات شاعريني وليام شيكسبير وعبداللطيف سايك والله نفتكر يعني أنت مقابل شيكسبير أنا أنا يعني صاحبي صاحبي الخدر لا لا في مقابل شيكسبير لا لا بالد يعني أنا لما أنت شاعر مرضي يا دكتور في النهاية لما نمشي دي الصنة الأولى والثالثة والخامسة والسادسة أنا إذا كنت حقر ليك أنا عندي اختيارات هنا لا لا قر لي عملت من هنا تمام فزعت إلى راحة الموت لما دهتني تباريح هذا البقاء وأفرح إذا أنني ذاهب وقد غاض فيي معين الرجاء على ما سأبكي ولا شيء يبكي فهذه الحياة مزيد عناء فمن كان ذا قيمة كان فيها ذليلا ومفتقرا للجداء وأما الذي لا يساوي نقيرا فكل النعيم له والهناء وأنقى العقائدي يكفره ويضحضه البله والجهلاء وأرفع ما كان من شرف يبدل بالدون والأدنياء يراق حياء الفتاة البتولي وتهتك أستارها في العراء وليس هناك كمال صحيح فهذا معام وهذا مساء وأي قوي إلى وهن سيغلبه العرج والضعفاء لسان الأديب سيعقله سلاطين نفعل ما قد نشاء جاء السلام وكل صناع ماهر حاذق تدبره النوك والبلهاء ترى الحق في محضه في ملام ويعزى لبادي الحجة البسطاء ورب نقي قوي من أمين يخدمه سيد الالتواء وددت الارتحال عنهم لأني مللت بقاء بدائر الشقاء وإني سعيد بموتي لكن أترك حبي بهذا الخلاء يعني جعل الدنيا كلها كالخلاء الزوال لك أنصوفي والله ما سمع صوفي نصراتي لا نوضع طيب إذن المجهودة اللي بزلته لغاية الصونيت الصونيتات وانتهي في 152 الصونيتات أنا ترجمتي 22 الصونيتات بعدك في شو عراء آخرين أحب أقرأ لو سمحت الصونيت نمراء كم صفحة 86 86 دي رقم 75 أنت في خاطري أنت في خاطري وقود وجودي مثل ما يرفض الطعام الحياتة أو كوسمي موسم الخير يهمي فتهيج الأرض الموات نباتة وتراني من أجل راحة إحرازك كالكزي ما استراح بتاتها بينما وهو ناعم وفخور هو في عزه يخاف فواتة خائف من يد الزمان الخؤون تمد فيرى المال والكنوزة شتاتة فأنا تارة أود لونا لا ترانا ولا نراها الوشاة ثم يبدو أن أعلن الحب للناس كليفة إني أكل أو أذد عنه كان صوماً بتاتها ده شعر ما بترجم إلا شعر شكراً واضح يعني أنت فعلاً كتبت نص مقابل برضو صف صونت رقم 100 أنا نفضل إزام بسيط عاوز أخليه جرحة والبلسم لكن أقرع الصونت رقم 118 بقول فيها الشيكسبير بالنسبة خطير جداً بيقول إنه بيقول لي محبوب يا محبوبي تعال نعمل مشاكل مع بعض مشاكل؟ أيوة عشان المشاكل دي تبقى لنا زي التطعيم التطعيم من المرض يعني إذا عملت مشكلة كأنما تحقن جسم المريض بجسم الصحيح بجزء من المرض حتى يتعافى إذا جاءه المرض وتعال يعني نشحذ شهيتنا بالحاجات الحارة الكلام الحار وكده نشحذ شهيتنا لأن الإنسان إذا أراد أن يأكل فإنه ينبغي أن يضع بهارات حارة حتى يأكل وقال نحن حق عالج ما سيكون بيننا من الشجار قبل أن يقع شفت الكلام ديك بالله أنت كنت بتخذت السونة قدامت وبتقراها وبتفهم أغراضها ومطعمينها وعلى ضو المخرج ده تعيد النظم قلت لحزنا الشهية كي نطعمه مرضنا لكي بالشفى نغنمه حلاوتك التي لا تمل شربنا لسكرها العلقمة لكي نتلافع عيوب الغرامي جعلنا تمارضنا سلمة نعالج ما صح وهو صحيح مخافة أن في غد يكلمه نسابق حاجاتنا بالدواء الجرح والبلسم نقرأ أنه الآن مريض في مصر والله دعواتنا مشاكل من زيادة السكر إن شاء الله ربنا يردوا إلى البلد ردا جميلا سالما غانبا والله يقدم كثير جدا للثقافة السودانية وإن شاء الله برضو يسمى الوراق نطلب الشفاء العاجل للبروفيسور شاعدي فيه كم قصيدة للديوان؟ فيه كم عشرين قصيدة كم عشرين قصيدة والديوان هو يعني تقريبا تسجيل للشعار العمل التامية سنة حوالي خمس وستين إلى سنة اثنين ألف حوالي خمس وثلاثين سنة خمس وثلاثين سنة نعم يعني فيها ايوة زينت الدار ها يعني الممكن نقرأ اه يا عشرين في الوقت دا نعاوز القصيدة الأولى بتاعتك الجرح والبلسم دا اسمه الديوان نفسه ايوة دا طيب الجرح والبلسم ديه يعني القصيدة دي طبعا عندها قصة في ميدوغري اللي في شمال نيجيريا سنة كم كتبتها؟ سنة سنة ثمانية وسبعين ثمانية وسبعين في شمال نيجيري زوجتي داخل الى غرفة العملية وقد ألبسوها ثياب الجراحة فقلت لها مثلكي يجرح يا بلسمي ويا من لجرح الحياة مرهمي فواك بيدي عند ذاك الصباح وأنت عليك ثياب الدمي أهش بوجهك أخفي عليك هم مفؤاد شقي حمي وكفكف دمعا جرى حائرا وألقاك بالباسم المنعمي فسوب الجراحة بيس الإزارو ويوم الجراحة يوم نعمي ألا بعدت حجرة الانتظار كبعد السرى عن زرى الأنجمي وطال انتظاري حتى كرهته وجوها المواسين والحومي فيا رب ماذا يكون جراه وكيف جراه ومتى يحسميه ومن لي أنا الضائع المبهمه ومن لي أميمته من يرحمه دي بلتي الكبيرة أسي طبيبة ما شاء الله ومن لي أميمته من يرحمه ومن لي محمد طفل الرضيع محمد الآن بانكر كبير جدا ما شاء الله رب الله ومن لي محمد كان طفل الرضيع ومحمد طفل الرضيع يهدهد بالكفي والمعصمي ترفق بنا يا إله السماء بحق العلا في اسمك الأعظم يا سلام جميل جميل وبرضو كنت انتظرة أيام النيميري كان الهناي بترول الطيارات مشكلة نحنا ينتظر الطيارة تحت السودان تجي ليكنو نجيريا أنا كنت في نجيريا انتظرها تأتي ثلاثة أربعة أربعات وأنا قاعد منتظر وما فيش في المطار فيما فيش جابة فقلت في الأربعاء رجعت وحدي والأربعاء مصير جهدي كم قد سكبت حيالها دمعي وكم عانيت سهدي ذرات روحي كلها ومشاعري وقوى التصبر والتحدي قد فرقتني جملة في قاعة السفر التي ما فيها أنت كل العباد أتوا ولم تأتي لماذا أراضيتي أن ترمي شقيق الروحي في حر المفازة يمضي ذليلا كاسف النظرات قد فقد الملاذة أو هكذا إخلاص حبك هكذا الحب يجازة يا ليتني أدري الذي أخفاك عني فأنا رهن تشوقي ورهن حزني وجوا وأوهام وجسم ليس مني لو كان يدري آسري معنى غيابه لرقابصات الريحي أو جن التمني قل للأولى منعوك تأشير الخروج أو الدخول هل يمنع الطيف الحبيب إذا سريت من الوصول أو يحبس الأمل الجميلة ويمسكه بالمستحيل يمنعوك فإنما منعوا اليهابه من الوصول عجبتك أنا قولي الوقت انتهى خلاص كنت أتمنى الوقت يطول نعم على المستوى الشخصي أنا قاعد أكون شديد السعادة والله اللي جلوس إليك حقيقة أتعلم كثير ونأنس برضو لأنه تجمع بين الاثنين يا دكتور ما بين المعرفة وبرضو القدرة على الأنس ده فإحنا هنعرض الديوانين ديلي اللي صدروا صدر الكتابين لكن دار أشكرك جزيل الشكر شكرا دكتور ما فيه أنا اللي أشكرك يا أخي شكرا الله لأن الإعلام لذاته ما حاجة ساعة شكرا جزيل الله نعم في الختام تحياتي والفريق العامل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته